المعادن جواهر الأرض المستخدمة في تعرف المعدن اثنين تصنيف المعادن وفقاً لخصائصها ومعرفة الشائع منها في الطبيعة ثلاثة توضيح المقصود بالخام أربعة تعريف الحجر الكريم وكيفية تكونه بداية أشكال المعادن هناك خصائص إلى المعادن فأول خاصية تميز المعادن هي الشكل البلوري البلورة هي المادة الصلبة التي تحوي ذرات مرتبة بشكل منظم ومتكرر وتتركب معظم المعادن من مجموعات من البلورات وتحوي البلورات أحياناً أسطحاً ملساء تسمى الأسطح البلورية ولدينا هنا مثال على معدن البيريد في الصورة التي أمامكم الخاصية الثانية هي خاصية اللون فيمكن أن نتعرف على بعض المعادن من خلال اللون ولكن اللون لن يكون دقيق في كل الحالات لماذا؟ لأن هناك بعض المعادن تتشابه في اللون مثل البيريد لونه أصفر لامع مثل الذهب إذن لونهما متشابه وأيضاً هناك إشكالية أخرى وهي وجود بعض المعادن بألوان مختلفة مثل معدن الكالسيت ممكن أنه يوجد في الطبيعة بأكثر من اللون إذن إذا كان لدينا اللون متشابه كيف يمكننا أخذ خاصية أخرى تميز بين المعادن طبعاً نرى هنا إن هناك معدن الكالسيت يوجد بثلاث ألوان الخاصية الأخرى التي راح توضح لنا أو تفك الإشكالية في اللون بين البيريت والذهب هي خاصية الحكاكة فالحكاكة هو لون مسحوق المعدن الذي ينتج عن حك المعدن بقطعة خزف بيضاء فإذن نأخذ المعدن ونحكه بقطعة خزف بيضاء فيخرج لنا مسحوق المعدن هذا المسحوق له لون فيمكن التمييز بين لون البيريت والذهب عن طريق لون حكاكة البيريت فالبيريت أخضر مسود أو بني مسود بينما حكاكة الذهب راح تكون باللون الأصفر إذن الخاصية الثالثة هي خاصية الحكاكة فنرى هنا قطعة من الخزف وهو عبارة عن لوح الحكاكة وهذا المعدن فيتم حك المعدن فيه ولون مسحوق المعدن هو الذي ينتج عن هذا الحك ويسمى به الحكاكة الخاصية الرابعة هي اللمعان ويقصد باللمعان هو انعكاس الضوء عن سطح معدني فأما أن يكون سطح المعدن له لمعان الفلزي أو غير فلزي غير فلزي ممكن يكون لؤلؤي أو زجاجي أو معتم كمان نشاهد في الصورة التي أمامنا الخاصية الأخيرة هي خاصية القساوة وهي تعني قدرة أي معدن على خج معدن آخر وهنا لدينا مقياس وهو عبارة عن مقياس موهس هذا المقياس سنرى في الأمثلة التالية كيف إن كل مادة إذا كانت أقل قساوة فهي لا تستطيع خج المعدن الأكثر قساوة منها بينما لو كان مثلا لدينا هنا الماس قساوته عشرة فهو قادر على خدش جميع المواد التي تأتي أمامه في الجدول أعزاء الطالبة مستعينا بالمعلومات السابقة أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ما الذي يميز البلورات عن الأنواع الأخرى من المواد الصلبة ممتاز النظام الداخلي لترتيب الذرات السؤال الثاني إذا أعطاك معلمك معدنين شفافين كالهاليت والكالسيت ما الفحص السريع الذي تجريه لتعرف كل منهما ممتاز يتفاعل معدن الكالسيت مع الحم بينما الهاليت لا يتفاعل ثالثا ما الفرق بين لون المعدن وحكاكته اللون هو اللون الظاهري للمعدن ولكن الحكاكة هي عبارة عن الفتاة الناعم الذي ينتج عند حك المعدن بلاوح الحكاكة أعزاء الطلبة مستعينا بالمعلومات السابقة أجب عن الأسئلة التالية يوضح الجدول أدناه النتائج التي تم التوصل إليها عند خج ثلاث معادن مختلفة تمثلها الرموز سين صاد وعين فعندي هذه رموز العناصر بكل من قطعة نقد ومسمار حديد ومبرد فولادي حيث تدل علامة صح؟ على أن المعدن خدش باستعمال أداة الخدش وعلامة خطأ تدل على أنه لم يخدش مستعينا بالجدول وبما درسته أجيب عن الأسئلة التالية أي من المواد الثلاثة المستعملة في الخدش أكثر قساوة ولماذا؟ نتأمل الجدول قطعة الناقد خدشت المادة سين ولكنها لم تخدش المادة صاد وعين أما المسمار الحديدي فخدش المادة سين وعين المبرد الفولادي خدش المادة سين صاد وعين إذن أي المواد ستكون أكثر قساوة؟ المبرد الفولادي لماذا؟ لأن المبرد الفولادي خدش جميع المعادن سين وصاد وعين أكمل الجدول أدناه بكتابة الرمز الممثل لكل معدن من المعادن الثلاثة بجانب مقدار قساوة لدينا هنا الرموز الثلاثة سين صاد عين راح نضعها هنا وعدنا القساوة ستة خمسة واثنين من الجدول ما هي المادة التي لم تخدش إلا مرة واحدة؟ المادة صاد صحة ولا لا؟ إذن راح تكون هي المادة اللي بتكون أكثر قساوة تليها المادة التي خدشت مرتين وهي المادة عين وأخيراً راح يكون عندي الأقل قساوة هي المادة سين نأتي الآن إلى المعادن الشائعة في الطبيعة المعادن في الطبيعة معظمها مكونة من الصخور وتسمى بالمعادن الصخرية وأخرى نادرة تسمى بالأحجار الكريمة وبعضها خامات لفلزات تمينة نرى هنا المعادن المكونة للصخور عندي مثال الجبس من قيعان البحار المتبخرة المعادن السيليكاتية SIO2 التي هي مثل الكوارتس والفلسبار وعندي هنا الملح الصخري مثال عليه الهاليد والكربونات التي هي الحجر الجيري أما الخامات فهي مادة تحتوي على ما يكفي من معدن مفيد يمكن بيعه وتحقيق رابح منه من الأمثلة على فلزات مصدرها الخام عندي الحديد مصدره الخام معدن الهيماتيت والرصاص معدنه الجالينة أما الماغنيسيوم فمصدره هو معدن الدولوميت تسمى عملية استخراج الفلزات من الأرض التعدين إذن التعدين هي عملية استخراج الفلزات من الأرض بعد أن يتم استخراج الفلزات من الأرض راح تتم عملية تسمى معالجة الخام فإذن معالجة الخام هي استخراج بعد استخراج الخام يعالج للحصول على المعدن المطلوب من خلال عملية الصهر والتنقية من المعادن غير المرغوب فيها نأتي الآن إلى الأحجار الكريمة وكيفية تكونها الأحجار الكريمة هي معادن نادرة ونقية وقابلة للقص والصقل مما يعطيه مظهر جميلا يجعله مثاليا لصناعة الحليل إذن هي عبارة عن معادن نادرة نقية قابلة للقص قابلة للصقل وأيضا تستخدم لصناعة الحليل شروط الأحجار الكريمة عالية الجودة كيف يمكن أن أعرف أن هذا الحجر الكريم عالي الجودة؟ واحد أن يكون معدنا نقيا اثنين خاليا من الشقوق والعيوب ثلاثة جميل اللمعان واللون كيف تتكون؟ تتكون هذه الأحجار الكريمة في ظروف خاصة لذلك تعد نادرة فمثال على ذلك الألماس الألماس هو عبارة عن أنصر الكربون ولكنه يتكون في حرارة وضغط عاليين في منطقة الوشاح في الأرض ويصعد إلينا إلى السطح مع المقذوفات البركانية فهو تكون في ظروف نادرة ويخرج مع المقذوفات البركانية ولذلك هو غالي الثمن فتخرج الماجمة من الوشاح حاملة معها قطع الألماس أثناء الانفجار البركاني شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى